يا تاريو! خدونا يا ناس! خدونا يا حالة! خدونا يا ناس! ناس يا بنا! ناس يا بنا! والنبي بالراحة يا الله! والنبي! بس! بس! بس كفال حدّ هنا ونموعه على هارب! تاريو! يبي بالنابي يا معنّف! والنبي يا معنّف! دحير كبير مهيست عمزة عرّبة والنبي! ايه دي! اه! ايه ما حقّن العلب عظيم؟ ايه بعد يا شليح فا انت بدل ما غزك بطل فتاني يا بضايا بطل نقاش يا زين وخليك في حالك استني يا زين استني لحد يا انت يا حاربي لحد ما خلط على الراجل بطل يا زين بدل ما حط عليك طب ورين يا بضايا حط على الزين استني يا زين بقول لك فيها يا بضايا نفعل عملك ايه برا منك الموضوع ده يا حاربي وخد صاحبك واكسح من اينا المعلمة انشراح سبق وقاريت لك بلاش عوق في المصلحة يعني لو وصل الله اللي بيحصل ده مش يبقى حلوة علشانك بتهددنا يا حاربي قبصوا ما تاريخ اشهدوا يا حارة كله طلع ولا ولم حاربي بيهد ده بضايا سيبوا يا معلم سيبوا لي روح في يديك وتجيب لي نفسك مصيبة انت مش قدها ماشي يا عطيات هزبر عليك يومين يومين بس البيت لو ما ظهرتش هخلص عليك انت وجوزك وهعرف اجيبها وبرضو هخلص عليك انت وجوزك ايه بابا نام المولة تفضوا والسرك خالص كوتش دارهم حصلوني ايدك عم نوف اومي اخوة على مهلك على مهلك سندك يا اخوية اضروا لك ايه دعاء سابت البيت وطفش تعملو فن ايه ايه راحت فين يا حلولي يعني احنا لو اعرف راحت الموقوسة فين كون حصل ده كله لو امسجب ايدي مع صفت الرقبة اي السبب في كل اللي بيحصل واعلقت ابا ضايا بدعاء المفتري هو السبب في طفشانها عايزي اتجوزها غوظ بانيا والكلام ده حصل امتا المرح اتخنقت معاطيات وثابت البيت ومشيت من حد دلوقت لسه ما رجعيش وانت موافق على الجوازة دي عم نوفل ما باليادة حيلة يا بني يعني ايه ما باليادة حيلة موافق ولا ما انت اسم موافق ايه ايه يا زين في ايه يا اخويا انت احشارك بنا ملكش دعوة يلا يا اخويا عشان تسنت طولك عجايد سلامتك يا روفي يا اخويا قدروا لطا يا عموم مش يالله بينا بوضايا يتجوز ضحاء ده لا يمكن يحصل ابدا طب وانت فالي نفسك ليه يا البيت ده قادي تنمك في حاجة جرائع حربي يا مش دعوة دي بنت حتاتنا برضو ولا ايه جرائع حربي دعوة دي بنت الحتة بنت الحتة بنت الحتة بنت الحتة قلنا بقى بارك اوحات ابوك مش تلبح زارك خلاص يا عم زين خلاص هو بس بقى بارك ابلاش ازارك الباق ده يلا نكمل فطرنا ونشب الشاي زمانه برد يلا اللي قولك ما باليادة حيلة ايه بنت زي دعاة دي يوم ما تطفش تسيب البيت تروح فين يا عم تروح لها بضايا في عم فكاها بقى بهزر معاك في ايه يا عم تلاقيها راحت عدقها حد من زميلاتها في الشغل تسبت الشغل بقى لها يومين تشغلش بقى لك يا عم زين مسالها ترجع عنها تروح فين بقى هو ده اللي مجنننا يا حربي هتكون راحت فين يعني جنازي ما زي ما قالك حربي بقى مسالها ترجع انت بس اقول يا رب يا رب يا بركة يا رب ولا كيمو كيمو عمي وعم عيالي جهزت المطلوبة باشا عدة باية باية وبتتكلم لوحدها باصل بكم دي يعني مياي يا عم انت فاكن دي خواجة تتلاقيهم شايسة وقالبة عداد هم بارستين حلوين قوي 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 كم لا لا بارستين يا صح طب ازاي باريزة كمان باشا كيمو باريزة كمان مش خسارة فيك باشا بقولك ايه باشا امورنا ثلاثة شاي بقى مكان لبيرزو دورا عناية نجو ثلاثة شاي للبقاءات بسرعة ياه نستفتح بقى بأحلى مكالمة عالصب دانيا دانيا بيت يا دانيا دانيا انت يا بيت ايه ده ايه ايه في ايه فيه ايه دعاية تليفونك عمال يريد اني مستطى بحسح ردي طب ات ردي ردي على بيته سيقول انا نايمة يا اختي انا مالي يا اختي وانا ردي ليه على تليفونك انا ردي يا دعاية ردي ردي بطالي يا عمال بقى الو صباح الفل على احلى بنتي فيك يا مصر مين معايين ده حيث تنسى الصوت انا حاربة يا بيت ايه دعاية مين يا دعاية ده حاربة يا دانيا ده اللي يكون عارف ان انا هنا حاربة اهلو اهلو اه حاربة السلك تقطع ولا ايه انا مش فهم ايه اللي حصل معيني النمرة بزبوطة يا عم انا قلتلك دي بيت وطي ما لقاش اصل بنت السايس دهي قفل السكة في الشهر سيبك منع خاليات تقدم وتتربع يا نعم الله وما لك كده يا اخويا بتقولها من غير نفس يعني تقفل السكة في وشي وعايزين اعملك في التليفون ارسلك يا غابي ده مش انا اللي ردت عليك ومين مين ردت دي بيت شغالة بتجي لي تنظف للشقة كده كل اسبوع خلاص حصل خير وليلي قابلت عن تربين برح اه قابلته وقالك ايه؟ كل خير ان شاء الله ما تقلقش جريم عاك يا بيت ما تكلميني عدل وافق ولا ما وافقش وافق يا حاربي وافق بتقولي كده من الاول وقعت قلب الله يا خرب بيت عقلك بعد الشر على قلبك يا حاربي طب اسمعني بقى كويس بطلها الفضاء بس لكده هنمن قولي يا حبيبتي قولي يا عناية يا روح قلبي من جوا ها ايوا 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 عارفوا ها وامتى الكلام ده ها لك ايه يا بيت تقلص المصلحة بس وانا مش تقرع عنك في اي حاجة يلا خش انت كملي نومك وانا بيديله هتصل بيك اقولك ايه اللي حصل سلام يا احلى دندن فيك يا مصر قالت لك ايه؟ كل خير يلا بينا ها كان عاوز ايه منك الوقت حاربي ما تخافش يا اختي قوي كده كان قصدني في خدمة والحمد الله ربنا وفقني فيها ما ساقركش عليا ولا جبش سرتي انا اي اختي ما جبش سرتك قولي لي بقى يا سمسيم انت نوي على ايه يا اختي؟ ولا ما انا عارفة يا بيت اي دنيا انا شايف انك قدامك حلم للاتنين يا اما ترجع الاخيال المقاتل اسمها عطيات وتتجاوز الاسم وقبضايا ده؟ يا اما تشوفي لك شغلانة؟ انا ارجوها مش راجعة بيبقى اي اختي لازم تدوريلك على شغلانة ما حسساني ان الشغل سهلة قوي يعني مش فهمة بقولك ايه؟ اكلملك عزام تكتشتغلي معايا في الكبارية هتقولي لي كبارية تانية يا دنيا؟ وما لو يا اختي الكبارية؟ مش احسن من عيش الهباب اللي انت عيشاها ترجع الابضايا وعطيات؟ انا انا اشتغل في كبارية ازاي انا؟ اه 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 ياختي كبارية مالك كبارية انا بشتغل في الكبارية شايفاني اختي ناصة ايد ولا رجل؟ وبعدين يا اختي تبتشتغلي في كفاتيري يعني وهناك شغل هنا شغل لكن هناك بتاكلي عيش بلدي ومعايا ان شاء الله هتاكلي عيش فينا وانت حرة دوري كده الموضوع في دماغك وارسلك على بر ورد علي يا دودوا والله وسادقت بنت ريز عشان تصديني لما اقولك اني مش اي اي ولا زي زي ازي طب وانا هنروح لمين هناك؟ هليت اسأل على واحد اسمه موفيد استعرال الله يطلع اسمه على مزمد قولي يا مصد ايوة كده حبك كده حبك اشتركوا في القناة